بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتقويم النقدي وهذا معهود عند جميع التنميذ لكن ينبغي السر أين هو؟ يعني كم هو عدد نقاط على البناء الفكري والبناء اللغوي والتقويم النقدي الخاص بالأدبيين إذن البناء الفكري عندنا خمس أسئلة بالنسبة لشعبة اللغات الأجنبية وأربعة أسئلة بالنسبة للعلميين وستة أسئلة بالنسبة للأدب وفلسفة ما يخص البناء الفكري أما التنقيط على البناء الفكري 12 نقطة خاصة بالعلميين الشعب العلمية يجدون 12 نقطة على البناء الفكري و12 نقطة لا بد أن تعرف كيف تجيب على أسئلة البناء الفكري ثم 10 نقاط بالنسبة للأدب وفلسفة وشعبة اللغات الأجنبية إذن في البناء اللغوي 8 نقاط بالنسبة للعلميين ديم 8 نقاط إذن 8 زائد 12 ساوي 20 هذا خاص بالعلميين وأما الأدب وفلسفة واللغات تجدون 10 نقاط للبناء الفكري و6 نقاط على البناء اللغوي كم عدد الأسئلة في البناء اللغوي الخاصة باللغات الأجنبية والأدب وفلسفة يجدون 5 أسئلة في البناء اللغوي وأربعة أسئلة بالنسبة للشعب العلمية يبقى الفارق بين العلميين والأدبيين أو اللغات الأجنبية هو التقويم النقدي الخاص باللغات الأجنبية وبالآداب وفلسفة سوف نعرف ماذا تجد عموما في البناء الفكري وفي البناء اللغوي وفي التقويم النقدي في البناء الفكري هي سئلة وأفكار حول النص عما يتحدث الكاتب إن كان نثرا أو شعرا لأنه معهود في شهادة البكر لديك نص شعري ونص نثري عما يتحدث الكاتب يعني ما مضمون الفقرة الأولى مثلا ما هي نزعة الشاعر من خلال النص لخص مضمون النص لخص مضمون الأبيات الثلاثة الأخيرة إلى آخره هذه نراها إن شاء الله في تحليل النص في البناء اللغوي لا يخرج عن الإعراب إعراب مفردات وإعراب الجمل يقول لك من الأسلوب الوارد في البيت كذا وما غرضه البلاغي تعرف على الأساليب إن شاء الله تحدد يعني يقول أو نقول باختصار قد يأتيك سؤال عن يعني الروابط المنطقية والروابط اللفظية في النص استخرج محسين بديعي ما الصورة البيانية هذه التي يدور في فلكها غالبا البناء اللغوي وهذا معهود يبقى التقويم النقدي التقويم النقدي بالنسبة للأذبيين ما معنى التقويم النقدي يا إما يسألك عن خصائص خصائص أسلوب أسلوب الشاعر أو الكاتب وهذا معهود وإما يسألك عن خصائص المدرسة التي ينتمي إليها الشاعر والكاتب أو إما يسألك عن خصائص العصر خصائص العصر الذي ينتمي إليه الكاتب هل هو عصر الضعف العاصر الحديث أو إما يتحدث عن مظاهر تجديد مظاهر تجديد في النص مظاهر تجديد في النص إما أن يتحدث عن ظاهرة الاقتباس والتضمين الاقتباس والتضمين ورأينا ذلك في نص المهم الأسئلة كثيرة إما يتحدث عن laltzusan عرف الالتزام وما الفرق بينه وبين الالزام قد ترد في التقويم النقدي قد يتحدث عن فن المقال ما تعريفه وخصائصه وأبرز رواده قد يتحدث لك عن مثلا قضية من القضاء القضية مثلا الفلسطينية القضية الفلسطينية كأن يأتي بقول لكاتب من الكتاب ويقول من هم أبرز شعر الذين عبروا عن القضية الفلسطينية ولماذا وماذا نسمي تبني القضايا لهو الالتزام إلى آخره يعني هذا التقويم النقدي نخصص الله إن شاء الله قائمة تشغيل في القناة هذا الآن فقط بطريقة مختصرة يبقى الأهم هو كيف تتعامل مع أسئلة لبناء الفكري وأعطيتكم مثال يقول مفدي زكريا إن الجزائر في الوجود رسالة الشعب حررها وربك وقع إن الجزائر في الوجود رسالة الشعب حررها وربك وقع يأتيك هذا السؤال على سبيل المثال عن ما يتحدث الشاعر ولماذا أنت كيف تجيب يتحدث الشاعر أو دائما أنا نصح تلاميذ وأنت طالب شهرة البكاروليا برهن أن أسلوبك راق على الأقل سئلة الأولى والسؤال الأول في البناء الفكري بعد قراءة للنص بعد تمعني في القصيدة بعد تجولي بين أبيات القصيدة حاول أن تبرز أسلوبك الأدبي نقول مثلا بعد تمعني في النص في النص وفهمه وفهمه تبين لي تبين لي إلى هنا هذا يتسمى مقدمات الإجابة لابد للتلميذ أن يكون على دراية به تبين لي أن الشاعر يتحدث عن ونفترض أن هذا السؤال عليه ثلاث نقاط أو عليه نقطتان ونص هذا كافتراض فقط إلى هنا هل أنت أجبت لم تجب وإنما يعني لديك مقدمة الإجابة بالإضافة إلى طريقة صياغة السؤال أو بلورته من سؤال إلى جواب تبين لي أن الشاعر يتحدث عن ثم تلاحظ أن الجزائر في الوجود يتحدث عن عن الجزائر عن الجزائر آه عن الجزائر قد يقول أحدكم لهذه إجابة تامة وتستحق ثلاث نقاط أو نقطة ونص مباشرة جواب لا فأنت الآن فقط إجابتك هي محصورة في الجزائر هكذا أما يتحدث عن فهي كلها صياغة للإجابة يتحدث عن الجزائر ماذا تضيف؟ هنا تبرز بصمة التلميذ هنا تستطيع أن تجذب المصحح إلى أسلوبك لتحصد النقطة الكاملة في البناء الفكري فنقول يتحدث الشاعر عن الجزائر وهي وطنه وهي آه وطنه الأصل وهي وطنه الأصل ثم أين لا بد في الإجابة في اللغة العربية في البناء الفكري خاصة جل أسئلة البناء الفكري لا بد أن تعتمد على الحكم ثم التمثيل ثم التعليل وهذا المثلث لا بد أن تحفظه ما معنى الحكم والتمثيل والتعليل؟ حين قلت يتحدث عن الجزائر أنت حكمت ثم لا بد أن تمثل ويظهر ذلك أو نقول وينعكس أو ويظهر أفضل يعني تعبر مثل ما شئت المهم ويظهر ذلك في قوله في قوله آه وهنا تنبيه مهم جدا إذا أخذت كلام من النص فاجعله بين مزدوجتين في قوله إن الجزائر في الوجود رسالة إن الجزائر إن الجزائر نمسحها به فقط لأبين لكم إن الجزائر رسالة رسالة الشعب حررها حررها إلى هنا بين مزدوجتين لا بد الكلام الذي يعني هو كلام الشاعر لا بد أن نجعله بين مزدوجتين لتبين أن هذا ليس كلام إذن بعد تمعني في النص وفهمه تبين لي بعد قراءتي للنص بعد تجولي بين أبيات القصيدة وفهمها اتضح لي أن الشاعر يتحدث عن الجزائر وهي وطنه الأصلي ويظهر ذلك في قوله إن الجزائر إن الجزائر رسالة الشعب حررها وهذا ليبين ماذا اعتزازه بوطنه وهذا ليبين ليبين اعتزازه اعتزازه بوطنه الجزائر ماذا تلاحظ أن هذا يسمى تعليم إذن قلنا أن الإجابة في اللغة العربية لابد لها من حكم فأنت حين قلت الجزائر حكمت لابد لها من تمثيل وأنت حين تقول هنا حين تقول إن الجزائر رسالة أنت قد مثلت ثم وهذا لأنه يعتز بوطنه أو ليبين اعتزازه بوطنه أنت هنا قد عللت ويسمى بالتعليل هذا باختصار شديد لو أعطيتكم بيت آخر لإليا أبو ماضي وهو شاعر من شعراء المدرسة الرومانسية يقول قال السماء كئيبة وتجهما قلت ابتسم يكفي التجهما في السماء قال السماء كئيبة وتجهما يعني إليا أبو ماضي التقى بشخص كئيب ومعروفا للمدرسة الرومانسية لسا ندرسها لاحقا إن شاء الله مع خصائصها وأبرز روادها أنهم يدعون دائما إلى حب الأمل والتفاؤل وهي خاصية أو مبدأ من مبادئ المذهب الرومانسي إذن قال قال السماء كئيبة التقى إليا أبو ماضي بشخص فقال هذا الشخص قال قال السماء كئيبة السماء كئيبة وتجهما وتجهما بمعنى أبدى سياءه وضجره وإكتئابه قال السماء كئيبة وتجهما قال له إليا أبو ماضي فهو حين قال قلت فهو يتحدث عن نفسه قلت ابتسم يكفي التجهما يكفي التجهما في السماء قال السماء كئيبة وتجهما قلت ابتسم يكفي التجهما في السماء عما يتحدث الشاعر في هذا البيت تقول لي بعد قراءتي للنص أو بعد قراءتي للبيت وفهمه أو استطعت تجيب مباشرة لكن أنا أعطيكم قدمة الإجابة وحب ذا أن تكون إجابة مصاغة بشكل جميل جدا فنقول يتحدث عن الإنسان المتشائم هنا نوجد باختصار الإنسان المتشائم المتشائم من الحياة فأنت هنا قد حكمت هل تكفي هذه الإجابة وتحصد نقطة وثلاثة لا وإنما لابد أن تمثل ويظهر ذلك في قولنا ويظهر أو وينعكس وينعكس أو ويتضح هذا في قوله لابد أن تقول السماء كئيبة في قوله قال السماء كئيبة كئيبة ماذا تلاحظ أنك هنا قد مثلت من النص ثم لابد أن تعلل ولأن الشاعر يريد أن يبعث الأمل في نفس الإنسان المتشائم أو لأن الشاعر الرومانسي يبعث الأمل في نفس الإنسان المتشائم فهنا تريد أن تعلل لماذا تحدث أو خاطب هذا الإنسان المتشائم فهنا قولك لأن تسمى التعليل لأنك تريد أن تعلل الشاعر يريد يريد بعث الأمل في هذا الشخص المتشائم هذا باختصار شديد حتى أضع نصب عيونيكم سواء علميين أدبيين لغات أجنبية دائما البناء الفكري أركز فيما أخذته من مدارس من الذي تدرسه في العصور ما هي الخصائص ثم قس عن النص هل أنت في المدرسة الرماسية مدرسة كلاسيكية وشعر الحر على منوالها تحلل النص وتعرف كيف تصوغ الإجابة حكم تمثيل تعليل هذا ما نتفق عليه وفقنا الله وإياكم خدمة لهذه المادة وخدمة لطلبة العلم نلتقي في حصص أخرى تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر